تنظم وزارة شؤون الشباب والرياضة بمناسبة قرب اليوم الدولي للشباب بطولة المناظرات والتي ستقام في مدينة شباب 2030 خلال الفترة من العاشر وحدة الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري تأكيدا على مدى أهمية تعزيز الحوار البناء بين الشباب وتبادل وجهة النظر تقيم وزارة شؤون الشباب والرياضة بطولة المناظرات بهدف إثراء روح الحوار من خلال التنفس الشريف 82 شابة وشبا تقدموا للمشاركة في البطولة وسيتم اختيار 36 مشاركا وذلك بعد إخضاعهم لعدة اختبارات لاختيار الأفضل ومن ثم سيتب توزيعهم على 12 مجموعة تسعى كل منها للدفاع عن وجهة نظرها بالأدلة والحجج والبراهين بطولة المناظرات بطولة أطلقت بهدف بناء خبرة الشباب في مجال فن المناظرة وتعرف على آلية البحث لدعم الحجج وأساسيات التفكير المنطقي وتعزيز مبدأ الحوار البناء والقدرة على الاستماع والإقناع وتنمية مهارات التفكير النقدي والإلمام المبدئي بالقضايا المعاصرة ومهارات التحدث أمام الجمهور ومهارات الخطابة من خلال تبني إبداعات النقب الشبابية الوطنية التي ستشارك في هذه البطولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين